بسم الله الرحمن الرحيم أصعد الله أوقاتكم متابعي الكرام في قناة تفسير الرؤى والأحلام وأقدم إليكم اليوم تفسير رؤية جرح الرأس في المنام فتبشر رؤية جرح الرأس في المنام لصاحب الرؤية بالتخلص من كافة الخلافات والآلام والمشاحنات التي يتعرض لها في حياته بالإضافة إلى تجاوز كل ما يعترض طريقه من عراقيل أو صعاب أو متاعب العيش وتعبر أيضا رؤية خياطة جرح الرأس في المنام على اقتراب ارتباط أو خطبة أو زواج البنت العزباء والعيش في هناء وسرور وجرح الرأس العميق في المنام تنذر صاحب الرؤية بالعديد من الخلافات أو المشاكل أو الهموم أو المشاحنات العائلية وإن أصيب صاحب الرؤية بقطع أو جرح في رأسه في المنام أمام البنت العزباء فإن ذلك يدل على نيلها منفعة أو مصلحة كبيرة من قبل هذا الشخص وإن رأت البنت العزباء الشخص الذي ترتبط به مخيط الرأس في المنام فهذا يدل على قرب موعد زفافها والله تعالى أعلم وإلى هنا نقول سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وشكرا لكم على المتابعة